نعم هناك حديث الآن كان هناك تغريدة قبل ربع ساعة من الآن من الرئيس الأوكراني قال فيها أنه يتم الآن إجلاء نحو مئة مواطن أو مئة شخص أوكراني كانوا في مصنع عزوفستال من نقاط التجمع من نقطة التجمع التي كانت محددة لهم لإخراجهم هذه العملية تتم بالتنسيق مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر وأيضا مع الجانب الروسي سيتم نقل هؤلاء إلى مدينة زبروجة وعلى حد ما قال في هذه التغريدة فإنه سيلتقي بهم غدا في تلك المدينة أو ربما يلتقي بهم في مكان آخر ولكن تحدث عن أنه سيلتقيهم قريبا هناك حديث أيضا على وسائل الإعلام الأوكرانية بأن هناك خمسين شخص كانوا قد نقلوا أخرجوا من مصنع عزوفستال ولكنهم كانوا قد أخرجوا إلى منطقة الدونتسك وهي في بلدات تابعة أو تخضع للسيطرة الروسية أيضا هناك حديث عن أن رئيس الأركان العامة لروسيا الاتحادية كان قد أصيب في مدينة إيزومي من خلال قصف بدأه الجيش الأوكراني القوات الأوكرانية وبالتالي أدى هذا القصف إلى إصابة الرئيس الأركان العامة لروسيا الاتحادية هذا ما تتناقله حتى الآن الصحف الأوكرانية لا يوجد تصريحات رسمية ولا يوجد نفي حتى الآن حتى ربما على مواء من الطرف الروسي بحسب ما كنا نحاول لتقصي صحة هذه المعلومة حتى الآن على مستوى المعارك هناك معارك حامية بين الطرفين بين الجيش الأوكراني والجيش الروسي في مدينة خرسون خاصة وأن روسيا تحاول السيطرة على هذه المدينة للانطلاق منها شمالا وغربا السيطرة على هذه المدينة سيفقد أوكرانيا القوات الأوكرانية السيطرة عليها في فترات لاحقة خاصة بالأهمية هذه المدينة يحاول الطرفان الإبقاء من السيطرة عليها تحاول روسيا القوات الروسية الوصول إلى الحدود الإدارية للمدينة وبالتالي هناك أيضا محاولات بحسب الطرف الأوكراني بتطبيع هذه المدينة من خلال وضع سلطات إدارية عليها تابعة أو موالية لروسيا وأيضا تغيير العملة المحلية فيها أوكرانيا الرئيس الأوكراني كان قد قال أنه في حال أقدمت روسيا على البدء باستفتاء شعبي في هذه المدينة لتحويلها أو لإعلانها جمهورية مستقلة فإن الأوكرانيا ستوقف المفاوضات بشكل تام مع روسيا هذا كان أحد المواقف الأوكرانية بخصوص المفاوضات وأيضا كان قد تحدث في وقت سابق عن أن تأخير أو تراجع عتيرة المفاوضات بين الطرفين أيضا سببه القصف الروسي على مختلف المدن الآن كان هناك حديث أيضا لهيئة الأركان العامة أو القوات المشتركة الأوكرانية بأن هناك استعادة لخمس بلدات في محيط مدينة كييف وأن المعارك ما تزال مستمرة في محاولة الاستعادة السيطرة من القوات الروسية على بلدات أخرى مهمة في محيط هذه المدينة في محاولة لاستعادة كافة المنطقة ولكن تبقى على حد ما يقوله زينسكي المعارك في تلك المنطقة حامية صعبة ولكن هناك انتصارات تكتيكية على حد ما كان قد قاله في ساعة متأخرة يوم أمس نعم إذا كان هذا بشأن التطورات الميدانية فماذا بشأن التطورات السياسية في ضوء زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بلوسي وردود الأفعال سواء الرسمية أو الشعبية والرأي العام لديك حول هذه الزيارة نعم هناك بطبيعة الحال ترحيب بالزيارات السياسية الدبلوماسية من المسؤولين الغربيين بشكل عام خاصة وأن هذه الزيارات تعطي دفع أو تعطي أملا للأوكرانيين على المستوى الشعبي أو حتى على المستوى الرسمي بأن الحلفاء الغربيين بشكل عام سواء من دول الاتحاد الأوروبي من دول النيتو الولايات المتحدة على وجه الخصوص الذي تدعم أو هي أكبر دولة داعمة حتى الآن لأوكرانيا من خلال السلاح ومن خلال الأموال هي عمليا نقطة أو هي دفعة دبلوماسية لأوكرانيا خاصة هذه الزيارة اليوم بالمناسبة هي زيارة رمزية سياسية رمزية أكثر منها تهدف إلى هدف عسكري منها أو هدف للحصول على المزيد من المساعدات من الولايات المتحدة هي فقط زيارة رمزية تهدف للتأكيد على أن الشعب الأمريكي خاصة وأن هناك نواب من الحزبين الديمقراطي والشعبي أتوا مع رئيسة مجلس النواب إلى هنا وبالتالي هي زيارة دبلوماسية أكثر منها ربما للحصول على دعم بشكل مباشر الدعم كانت قد حصلت عليه أوكرانيا الأسبوع الماضي من خلال زيارة وزيري الدفاع والخارجية حصلت طريقتها أوكرانيا بشكل مباشر بإعلام من بلينكين على 700 مليون دولار كمساعدات عسكرية وأيضا كان هناك حديث عن احتمال زيادة هذه الأموال بايدن كان قد أعلن أن هناك 33 مليار دولار ستقدم الأوكرانيا كمساعدات اقتصادية ومساعدات عسكرية بالتالي الزيارة اليوم هي زيارة رمزية أكثر للتأكيد على وقوف الشعب الأمريكي على وقوف الولايات المتحدة بشكل مجمل مع أوكرانيا خلال هذه الحرب خلال الحملة العسكرية الروسية هنا في أوكرانيا